الاعتداء على المؤسسات التعليمية أصبح ظاهرة في العراق بعد عام 2003 ومشهد اعتداء أحد أهالي الطلاب على مدرسة هاجر للبنات في مدينة الشطرة بمحافظة ذيقار ليس ببعيد وسط اتهام لوزارة التربية الحالية بعدم القضاء على هذه الظاهرة التي تتكرر كل حين أكثر من اعتداء صار بمحافظة ذيقار على المدارس وياريت من قائد الشرطة أن يعاقب هذه المسيئين على المدارس ياريت يعني هتمام من هذه القضية والتربية لم تجعل قيمة للمعلم أو المدرس فعند إبلاغهم بالاعتداء لم يتخذوا الإجراءات القانونية بصدد هذا والتوادر والجهات الأمنية لا بد أن تساند الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارات في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم الجهات الحكومية في مدرية تربية ذيقار استنكرت الاعتداء على المدرسة مؤكدة فتحها تحقيقا في هذه الحادثة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بدورنا كمؤسسة تربوية وكمديرية حاملة تربية ذيقار سوف نتخذ الإجراءات القانونية بحق المرتكب هذه الجريمة مع وجود تحقيق أو إجراء في المدرسة إجراء إدارة من قبل التربية للوصول على أسباب الاعتداء حادثة الاعتداء على المدرسة تزامن معها تأكيد نقابة المعلمين في ذيقار من أن الاعتداءات على المدارس في المحافظة بلغ 25 اعتداء يأتي هذا مع عجز الحكومات المتعاقبة عن إيقافها مع وجود روايات تؤكد ارتباط بعض هذه الاعتداءات بأحزاب سياسية وميليشيات متنفذة اشتركوا في القناة